أمنية وبناء على قرار قضاء تعتقل زعيم حزب الحل جمال الكربولي ليلة الأحد بينما تنوي لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها الفريق أحمد أبو الغيف رفع الحصانة عن أربعة نواب الأنباء تحدثت عن عزم اللجنة أيضا إصدار قائمة أخرى لمنع سفر عدد من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد ضمن ما دعته اللجنة صولة أخرى تشمل وزراء في الحكومة السابقة والحالية جدية هذه السياسات تظهر من خلال تنفيذ أوامر الاستخدام وإلقاء القبض لمن يذكر أسماءهم أو يذكرون ضمن التحقيقات ويكون هناك عليهم اعترافات وبالنتيجة الأمر بيد القضاء وهم ما زالوا في مجال الاتهام الفساد في العراق سياسي وذات نفوذ سياسي وتعقيبا على قيام قوة أمنية باعتقال الكربولي ونجل شقيقته لأي الكربولي رأى سياسيون أن الحكومة الحالية تسعى لتنفيذ وعودها بالإصلاح ومكافحة الفساد لكن آخرين رأه أن ما جرى سيزيد من توتر المشهد السياسي محاربة الفساد بطريقة مهنية بحيث أن أستهدف الإنسان المفسد الخاطئ على قدر الخطأ مالته لا يكون بها تمييز بين جهة وجهة أو محابات أو من هذا القبيل خصوصا في هذا الموضوع موضوع حساس ومهم يكون تضغى على 100% جانب المهنية ووفق الأرقام المتداولة فأن مجموعة ما دخل خزينة الدولة العراقية بعد العام 2003 يقدر بنحو تريليون ونصف تريليون دينار عراقي أنفق منها ما يعادل 70% فقط والباقي أهدر وفق لجنة النزاهة النيابية ويقدر المبلغ المهدور بـ 300 مليار دولار في حين تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن نسبة الفقر ارتفعت في البلاد إلى ما يقرب من 27% من مجموع السكان وبحسب منظمة الشفافية يعد العراق من بين الدول الأكثر فسادا سلمة دلقاص الحرة بمزيد من القراءة والتحليل معنا من بغداد الدكتور رعيسام الفيلي أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور معنا في العراق اليوم إذا أردنا أن نضع الخطوة التي قامت بها لجنة مكافحة الفساد بسياق الزمني لماذا صدرت الآن؟ تحية لك سيدي ولكل المشاهدين شكرا على هذه الاستضافة نأتحد هذه نتيجة حتمية لما قطعه السيد الكاظمي عهدا على نفسه في اللحظات الأولى التي استلم المسؤولية وأعلن بأنه ذاهب في الرديف الأول للإرهاب إلا وهو الفساد وبالتالي في هذا الإطار أعتقد أن الفساد كان يشكل تحدي كبير للحكومة العراقية في هذا الموضوع لكون أن كثير من القوى والأحزاب السياسية العراقية حقيقة الأمر كانت تنظر إلى السلطة عبارة عن أقطاعيات أما سياسية لها ولأحزابها وأقطاعيات عائلية من الممكن أن تستنفذ بها كل مقدرات الدولة العراقية وعليه أقول أنه ابتدأ في أول الأرض باعتقال مجموعة من الشخصيات وهؤلاء كانوا بالأساس حقيقة ربما يمثلون هيئات عليا مستقلة وبالتالي خلال التحقيق وردت أسماع عدد كبير من الشخصيات في هذا الإطار فكان لابد للقضاء العراقي أن يؤدي دوره وكلنا يعلم أننا نمتلك فيه العراق جهاز قضائي يكاد يكون متميزا في منطقة الشرق الأوسط كون أن النخبة القضائية هي تنتمي إلى مدرسة قضائية عريقة ولا أبالغ إذا أقول أن مدرسة الحقوق ولكن هناك دكتور شكوك لا يخفيها الكثيرون حول مثل هذه الخطوات المتعلقة بمكافحة الفساد وحرجت مجموعة من القضاءات من مختلف الديانات الذين أدوا دورهم في خدمة الوطن وعليه أعتقد أن هذا كله كان حافزا للقضاء العراقي أن يؤدي دوره بصورة على الرغم من هناك الكثير من التحفظات التي ظهرت هنا وهناك التي كانت تستهدف القضاء جميل سؤالي حول هذه التحفظات أو الإساءة للقضاء ولكن يبدو أن لجنة سيد أحمد أبو رغيف سائرة في أمرها وقد نكشف في قادم الأيام عدد كبير آخر من المتهمين بالفساد في هذا الإطار نعم الدكتور عسام الفيلي أستاذ العلوم السياسيين كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك